تحتفل الإدارة العمال المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام نعم هذا وتبدو المملكة البحرين جهودا أمنية ومجتمعية متميزة لمكافحة خطر آفة المخدرات على المجتمع بهدف الوصول إلى مجتمع آمل ومستقر وعلى قدر عال من الوعي الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تحتفل في السادس والعشرين من كل عام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات خاصة وأن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا منذ إطلاقها الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية فإلى جانب الدور الأمني هناك أدوار متعددة لمؤسسات المجتمع المدني فيما تشكله المخدرات من مخاطر اجتماعية وصحية واقتصادية ومواجهة التحديات لمكافحة آفة المخدرات وحماية الناشئة لضمان مجتمع آمن ومطمئن الإدارة العامة للمباحث والإدلة الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات تقوم بجهود كبيرة للغضاء على جرائم المخدرات وخلال الفترة من عام 2020 إلى شهر مارس الماضي 2023 بلق عدد الغضايا المضبوطة 3491 وبلق عدد المواد المخدرات المضبوطة 1993 كيلوغرام وتقوم شعبة الإعلام الجنائي بتنظيم العديد من المحاضرات والمعارض التوعوية في أماكن مختلفة كالمدارس والجامعات والمراكز الشبابية والاجتماعية وأماكن العبادة وبلق عدد المحاضرات التوعوية التي تم تنظيمها خلال العمام السابقة 500 محاضرة استفاد منها ما يزيد عن 22 ألف شخص وبناء على توجهات سيدي معالي وزير الداخلية الممقر تم ترشين الخط الساخن 996 بهدف توفير وسيلة آمنة وسهلة للأبلاق عن قضايا المخدرات والمروجين مع ضمان أقصى درجات السرية والأمان الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمضي في طريقها الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك بدعم الاستقرار والأمن والشراكة المجتمعية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تسهم في حماية أفراد المجتمع وزيادة الوعي لديهم